وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة سيدكم أمام الخمسون يقول السائل هل القلق والضيق من أسباب المعاصي؟ وهل يكون كفار للذنوب؟ أم هو عقاب فقط؟ جزاكم الله خيرا أولا يا بني أسأل الله أن يفرج عنك ما أنت فيه من ضيق وأوصيك بالدعاء وكثرة الاستغفار والاستكتار من قراءة القرآن والرقية ولا نستطيع أن نقول هذا عقوبة لكن ما يقدره الله على العباد من المصائب هي للمؤمنين كفارة للمؤمنين كفارة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وهي كفارة يعني نعم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر